سلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم ازاي تفور عجنة الطعمية اللي طالع من الفليزر اكنها خارجة من الحجر دلوقتي حالا. تعالي كده نشوف الفيديو كده اول حاجة كده هنصلى على النبي. شايفين الفئة اللي الطعمية التحت كده وانا بقطعها هشة ومقرمشة وجميلة ازاي وشايفين الجبنة سايحة وجميلة ازاي فيها. شايفين كوامها يا جماعة اكنها يا جماعة لسه جايبها دلوقتي من الراجل هو ضرهالك في الحجر بتاعه. محدش يصدق ان دي طالع من الفليزر. بجد تحفة والله العجنة دي يا جماعة طالع من الفليزر وانا ايه على على فكرة على طول شايفين العجينة وشايفين الاول اللي تجيبنا سايحة جاميلة الزافية. على فكرة انا عمري ما اشتريت طعمية خالص من البرة. انا بعمل عجنة الطعمية عندي في البيت وباعينها كياس في الفليزر. ودي الكيس هاقصتكوا في الفليزر بعد ما طلعتم الفليزر سبتوا ساعة فك كده وبعد ما فك بفضي الكيس بتاعي بقولة كده هوت حلوة هبتدي بقى ايه اضربها معاك وضربة حلوة هشها اكنها ايه جاية من عند الراجل. جبت المضرب بتاعي كده واللي ما عندوش مضرب انا هقولك تعملي فيها ايه تاني بطريقة سهلة وجميلة وتبهشة معاك وقومها جميل جدا اكنك لسه جايبها دلوقتي طوصة. شايفة دلوقتي انا ضربتها كده ضربة حلوة بالمضرب بتاعي واللي ما عندهاش مضرب هورديك دلوقتي تعمل بها ايه تقوله عمري انا شاغلة كده حتى ما كانش عندي مضرب وبشتغل برضو بطريقة هقولك عليها. المهم انا ضربتها كويس كده بالمضرب وخليتها بقت هشة وفارد كده معايا وبقت جميلة. وكل ما تضرب فيها اكتر كل ما الخضر او لونها يفتح معاك. يعني كل ما تلاقي العجينة. لو العجينة عندك خضرة وتضرب فيها كل ما تضرب فيها اكتر. كل ما لايه ما تفتح معاك. تمام شايفة فتحت معايا ولونها قبضة لكنك لسه جابها من عند الراجل. مش دي العجينة اللي متشوفه كده لونها كده زي الراجل عند الراجل هي دية. تمام بعد ما كده ضربتها دلوقتي انا بليت الاربع صوابع بتوعتي بحبط المياه لانتو شفتوهم وروحت بليهم بالكربوناتو السوديوم لانتو شفتوهم كده دلوقتي. وروحت ايه هقلب فيها. خلي بالك فيه ملحوظة حب اقولها لك ما تقطرش الكربوناتو السوديوم عشان ما تخليش اول حاجة العجينة تسود معاك وتاني حاجة هتفرش معاك في الزيت وتالت حاجة هتشرب معاك زيت. تمام? يبدي تلات حاجات حبيت اقول لك عن معلومات دي. لو عايز معلومات تقطر انا عاملة في فيديو عن عجينة الطعمة من اولها الاخيرة هسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. تمام? بقول لك دلوقتي اللي ما عندكش المضرب ده. وطول عمري انا ما كانش عند المضرب ده. عارفة كبة الخلاط العادي العادية هتاخد منها معلقتين من العجينة دي. طبعا ايه مش اه واحنا ضربينها لأ وهي ايه اكن بعد ما فكت من الفليزر بتاخد كده معلقتين كده هو تحطهم في الكبة ديت وتبتدي تضرب فيهم. طب الكبة ممشيتش معاك هتحط الغطة كده مية كده وبالتدريج. ضربت معاك تمام ما ضربتش تحط سندة مية وتبتدي تضرب فيها هتعمل معاك قوام وهشاشة وهتوبة جميلة جدا. تمام بعد ما ضربناها كده حلو هنبتدي نجيب زيت ونبتدي نسخنه ولازم نسخنه حلو بس ما وصلش للحر يعني نحس ان هو سخن. ونبتدي كده نجيب العجينة بتاعتنا ونبتدي نكورها ونبتدي نبصم. طبعا الخليط اللي انتم شايفينه دوت يا جماعة عبارة عن سمسم وشامر وينسون. وانا اي لك كل ده في الفيديو العجينة الطعامية هي اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعها واخد مشاهدة الحمد الله جميلة جدا وناس كتيرة لما شافوه هم اللي قالوا لي اعملان فيديو بقى ايه ازاي لما نطلع العجينة واحنا عيننا في الفيزر ازاي نضربها وترجع تاني حشة اكننا لسه جايبنا. تمام كل التفاصيل هقولها لكم. طبعا انا بقى لوساتكم وخلي بالك هوريك دلوقتي ازاي برضو طريقة تانية للحش والجبنة لو انت عايزة تحشيها. تمام انا بقى عمل طريقة تانية كده عملت طريقة اللي هي القرس الكبير وعملت طريقة لها زي الزلاب يا كده بقطع زي الزلاب يا كور صغيرة كده. شايفة هشة معي ازاي وجميلة ما فكتش في الزيت ما فرشتش في الزيت كل ده عشان مزبطها مقدرها وعملاها زي ما كتاب بيول. خلي بالك ملحوظات عايزة اقولك عليها ما تقطريش المية في العجينة. ان سبب برضو لما تقطري المية في العجينة هتخلي العجينة تشرم معاك الزيت وبردو هتفش معاك في الزيت تمام. طب لو لقينا العجينة معانا طريقة وممكن تفش معانا في الزيت او يعني تفرش معانا في الزيت. نعمل العجينة اللي اتها معاك طرية حط العجينة عندك في مصفة وحط تحتها طبق هتنزل المية بتاعتها الزيتة وبعد كده بتتبت تشتغلي بها تضربيها وبعد ما تضربيها برضو تبصميها بالكربوناتو ما تقطريش الكربوناتو عشان احنا قلنا الكربوناتو كترو اخلا تشرب زيت وهتسود وكمان هتفرش معاك في ايه فتصة ايه الالية تمام شايفة لون الطعمية بتاعت جميلة ازاي كل ده عشان مقديرة مزبوطة وكل ده انا متحكمة في كل حاجة في الكربوناتو في قوام العجينة وفي لون الطعمية نفسها في الخضرة اللي انا عاملها عايز اقول لك انا اللي عامل الطعمية دي في البيت عندي انا عمري ما اشتري الطعمية من برا والعمري بحب عجينة برا احب اعمل حكتي انا انا الطعمية دي غوياها وبحب اعمل حكتي في بيتي طب بنضيفة وعارفة انا بحط فيها ايه ومش حط فيها ايه اتاكل احلى الطعمية اكسم بلا كل اللي يأكل الطعاميتي ما ينسها بيقعد يقول لي انت فعلا دي احلى من بره انت عاملة في هاي. طبعا ده كله شرحه في الفيديو الاولاني واخد مشاهدة جميلة جدا عندي وهسيب لكم لينك تاني في صندوق الوصف وانا بكرر تاني ان الطعامية دي جميلة جدا. يعني كفاية انك انت النظافة عاملها في البيت. ان الطعامية دي اسباب من اسباب التلوث لو جبناها من بره. زيت متعرفوش الزيت بتاع بره ده زيت ايه? شايفة الطعامية? شايفة الارمشة? بالله عليك شايفة? بالله عليك لو سبتتفرج عليها والفيديو عجبك دعملنا لايك عشان يرفع معنا الفيديو. شايفة الحاشاشة وشايفة القوام? شايفة انا بقولك? كل حاجة موجودة. كفاية انا حطا لها شمر وينسون التكة. محدش قلوك قبل كده على ينسون الحاجات دي. شايفة اللون? واللون ده انت بتتحكمي فيه في الخضرة. يعني كل ما تقطر الخضرة كل ما بتبقى خضرة معاك. وما تنسيش وانت بتضربيها كل ما بتضربيها هي بتزيد بتفتح معاك في الضرب يخلي بالك تمام? فبرضو في نقطة عايز اقولها لك انا كنت عيلها في الفيديو التاني ما تقطرش الخضرة عشان ان الطعمية بتاعك يطلع فاتح. ما بتقطريها هي اللي بتسود في عجلة الطعمية. محدش يقول لك شبت هو اللي بسود الكزبرة بتسود لأ. انت اللي بتسودي طعميتك بكتر الخضرة ما تقطر لها خضرة تمام? تمام. هنيجي بقى للحشو اللي هو التاني. معنش رو كنت بتكلم كتير عشان الناس طلبت من الفيديو ده عزا يعني بالتفاصيل. تمام. الحشو بقى عبارة عن بصلها صغيرة معلقة بصلها صغيرة مفرومة خالص. وريح حاجة بسيطة كده من الفلفل الحامي وده حسب رغبتك. طمط ميس وانططة خالص. طبعا حطي كده معلقتين كبار كده ومعلقة كبيرة من الجبنة المرزاريلا الحلوة اللي بتشد معانا. طبعا انا جبت لك واليانسون والشمر والسمسم عشان ابصم بيهم ودي الحشوة هوت. وابل كده خلي بالكو في الفيديو انا هسيبولكو في اللينك كنت عاملة طريقة حشو تانية ما فياش جبنة خالص. عشان ما حدش يقول احنا عندنا جبنة جبنة غالية. لأ الحشو اقتصاده جميل جدا زي بتاع بره. الفيديو اللي هو بتاع الطعمية ارجعوله هسيب لكم اللينك بتاعه وسندوه الوصف. كنت عاملة فيديوهين قبلي كده والحمد للفيديوهين لو اعجب ناس كتير قوي. تمام? دلوقتي انا ببصمها وبقورها كده بفتحها كده فتحها كده منوز. وبحط الحشو بتاعي وبرضو بحط ايه عجنة الطعمية بتاحت التانية من فقية زي ما انتم شايفينها كده بالظفر. تمام? طبعا انت انقلتها على العين التانية دي ليه? العينك كبيرة يا جماعة كانت عالية. كانت ايه ممكن من كتر يعني من شدية العين. الزيت معايا سيخن. فايه لما بيسخن ممكن كان ايه يلسع طعمية. بيخلي لونها كمان ايه تتلسع وتخلي لونها غمقة. فانا انا قلتها على العين ايه? هي ايه? هي متوسطة. بس ما وطتش مع اللياها. تمام? يعني العين الصغيرة بس ما وطتش مع اللياها. في نفس الوقت هتستوي معايا. وفي نفس الوقت هتديني لون دهبي وحلو اللي انا عايزيه. تمام? خدوا بالكوا ايه? من الشكل الطعمية. تمام? في كل ده احنا بنتحكم في ساعة الالية. لما لاقي الزيت كده جديد ان هو سيخن كده وبيغمق معنا لون الطعمية على طول يا جامعة. لان هد النار لان نقلها على عين تانية. تمام? انا بوريك العين هي عندي عالية عادية بس انا حطها على عين ايه المتوسطة. العين التانية كانت شديدة. فايه هتقدت للطعمية لون كده غامق سيك. انا بحبش اللون الغامق ده بيخلي اللون هتفتح وجميل اكني جابها من بره. بص انا ما كنتش اعمل الطعمية دي زي بتاعت بره عشرة على عشرة ما عملهاش ولا اتعب في نفسي. شايفها الطعمية بتاعتي? بنلاع عليكم دي ما تستاهلش اللايك تستاهل احلى لايك. شايفين? طبعا يا رب الفيديو ده كنا لأعجبكم. فيديو سهل وبسيط. ويا رب المشاهدة اللي كانت عايزاة يا ربي يعجبها يا رب. وتكتب لي في الكومنتات هتعمل العجينة. تاعة العجينة الطعمية اللي في الفليزر زي ولا لأ? شايفها? جبنا هي? الحشو ده اختيار عادة تحشيها حشيها. بس ايه التغيير حلو? تمام? اهو يا جماعة انا كده ايه شايفين? انا خلصت الفيديو بتاعي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والتعليق حلو. وايه? واللايك داروا يا جماعة عشان نرفع معي الفيديو وتعليق حلو كده زيك. لو عايزين اي حاجة تبولي تحت في التعليقات. شايفة بقى جبنا سايحة ونيحة زي. ولعجينة مقرمشة وجميلة. انا خلصت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.